في تدريب موسم يعني من أطول المواسع اللي لم يكن الأطول في تاريخ الكرة المصرية فألف مبروك للموسم خلصة كابت نعم موسم طعب جدا جدا على لعيبة الكبار وعلى المدربين كما نتمنى أن نبقى فيه بداية ونهاء للمشابقات لأن في بعض المدربين ممكن يحصل معهم مشوكة كبيرة جدا جدا في عاية الأحمال فأنا نتمنى إن شاء الله أن الفترة اللي جاية يبقى فيها تدريب في المعايد وجده للدور يبقى معروف أنت يبقى أنت ده أول سؤال أسأله حضرتك عايز أعرف من حضرتك هيفرق عشان الجمهور خلي بالك برضو بقى عنده الأبعاد دي إزاي يفرق مع المدرب إنه هيعرف إن الدورة هيبدأ بعد شهر هيبدأ بعد 15 يوم بيفرق أنت معاك إزاي أنا عارف هو بيفرق قد إيه بس حابب حضرتك بما إنك مدرب تعرف الناس هيفرق قد إيه خصوصا في قصة الأحمال أنت علشان تحط أحمال أو تشتغل شغل بدني أو خططي أو نفسي أو زهن أو أي شيء لازم تبقى رقم واحد هبدأ إمتى عشان أقدر أحط البرنامج البرنامج ممتعش تحط البرنامج غير ما تحدد المدة بداية الدورة إمتى مثلا بعد شهر خلاص أنا أحط البرنامج شهر عشان أقدر أوزع الأحمال بتاعتي على الشهر نفسه بعد شهر ونصف هوزع الأحمال على الشهر ونصف وهبدأ إمتى مشفط الودية ولو أنا عندي مصابقات هبدأ مصابقة إمتى وعندي كم مصابقة فليها بعض الحاجات في شغل الأحمال لازم تداوليها عشان أقدر أحط بالنامج لو أنا هتقول هبدأ فترة لدلوقت وأنا مش عارف المدة إمتى أو أني هتطلق معصيرات لها بتاع فترة العداد مثلا طب أنت هتشتغل إزاي هتقدر تحدد إمتى طب كده هتشتغل لقيا شغل عشوائي مش هتشتغل شغل احترافي يعني فلازم أقدر أحدد المدة بتاعتي عشان أقدر أحط البرنامج عشان أقدر أشتغل عليه عشان أقدر أشتغل عليه عشان أقدر أتتعورش إنه ممكن لعيبة تدير حملة زي ما يتعوروا أو حملة أقل فيتعوروا برضو يعني تفهمني؟ طيب يعني لازم يأخذ الكوة بأحمال معينة يأخذ الدول التنفس بأحمال معينة يأخذ السرعات بأحمال معينة لازم كل حاجة في توقيتات معينة إمتى بالضبطة كابتن أحمد إمتى حسيت إن اللعيبة وقعوا بدنية أنا بكلمك وبسألك السؤال ده ليه لأن الموسم بدأ في شهر تسعة من العام الماضي وانتهى في شهر ثمانية السنة لا الفترة آخر شهر اللعيبة كان فيه بعد اللعيبة يتقل لهم عادينا أخذ أجازة في شهرين أنت فيه لعيبة عندك بتشتغل ومنا مش هادرين خالص خلاص تعبنين جدا جدا وكمان فيه ناس بتتعرض بالإصابات من كتر الإجهاد ومن كتر طول المساتة يعني فيه ناس مفهولة عندها دلوقتي بيروح مصائف أو يبقى في راحة تلبية أو وإحنا بس شغالين وكمان إحنا كملنا في الكاس شوية اشتغلنا كمان كملنا بعيد عن الدورة احنا كملنا كمان شوية في الكاس يعني فلأ بأتيها مشاكل كبيرة جدا عضلية للعيبة وإرهاض بشكل كبير جدا للعيب يعني انت لازم تحدد المدة بتاعتك يعني انت في أوروبا عارفين إمتى هيبدأ وإمتى هينهي وإمتى هيشتغل وإمتى الراحة بتاعتهم حتى الراحة اللي عندهم اللي عادت كفض حاجات يعني ده هو بشتغل في البيت حيات كده بسيطة عشان يحافظ على عشان ييجي يبدأ كأنه جاي بدء من الخمسين في المية مثلا يعني يعني كده يعني طيب شايف إزاي نتغلب على كم السلبيات اللي إحنا شايفين هديها كابتن أحمد لا السلبيات هتبقى كتير جدا لو هنتكلم عن السلبيات حتى هتتكلم الكرة المطرية كلها فهات سلبات كبيرة جدا مش عايزين نخوف في حيث السلبيات لإنها تبقى فيها عايز يعني عايزين كتاب عايزة بيلي إن أنا أنا أتكلم أتكلم يعني عندنا لأ هيبقى فيه تباصيل كتير يعني تباصيل كتير جدا ننتكلم فيها من بداية من نفسيين لحد بقى الدور الممتاز لحد المنتخب المنتخب بمصر فإنتا فيه تباصيل كتير ممتعش نخوف فيها يعني مستبنى سكتير يعني أنتكلمت عن المنتخب شاف إزاي إن عرض المنتخب أول أيام المعسكر وفيه سنة العيبة بس هم المتوجدين شايف أنا حزين بصراعي ما فيش تنصيب كده ما بين إدارة الكرة المصرية المتمثلة في اتحاد الكرة ما بين الجهاز الفني لمنتخب مصر يا أستاذ أحمد أنت اسمه منتخب مصر صحيح لا يعلو صوت على صوت منتخب مصر طبعا ما فيش نادي يبقى أفضل من منتخب مصر لازم أنا أقول لعيد الكابتن حسان حسن عايز التلاتين اللي عيد دول يوم كذا اللازم يكونوا موجودين يوم كذا أنت فيه بلنامي أما بقى الكابتن حسان يأخر شوية المعثر هو عايز يعمل معصر في التوقيت ده خلاص أنت لعيدك يكون موجودة يعمل استشفى عنده ياخد حاجات بسيطة عنده مش هيدوس عليهم في الشغل لكن ينفعش يكون أول تجمع في ستلاتي حتى لو في اتفاق بينه وبين الأندي فاكل العام لا يعني شفاكل العام لا صعب جدا جدا أنت منتخب مصر يعني أنت منتخب مصر ده السورة بتاعه كبير جدا جدا والناس اللي بتمثل منتخب مصر ده ده اللي بدعب ربيع صاحب منتخب مصر هي نقطة خلاف كده يعني ما فيش تفاهم ما بين الطرفين لأن كان فيه طرف ممكن يأجل ده المشكلة كلها أن منتخب مصر حاجة بتكلم على قيمة منتخب مصر وأهميته اللي ما فيش أهمية أكتر من أهمية منتخب مصر فوق كل الأندية ده أمر طبيعي أنت بتحافظ على الأندية ولا بتحافظ على هي أنا مش باقي أنا مش عاير في الأول وفي الآخر هو فشل للمنظومة يعني فشل إداري واضح جدا من منظومة الكرة المصرية ممثلة في إدارة اتحاد الكرة اللي احنا شفناه طول الموسم ده إن سبع شهور أو تمن شهور بيتلعب فيهم 14 مباراة كأكتر لعيب أكتر فريق لعب مباريات وتيجي بقية المباريات 17 مباراة وفيه فرق كان فضل الله 18 تلعبون في شهر ونص أو شهرين أيها أنا عندي معصر من صحب مصر والصدايات اللي عيبة يجي لي 6 لعيبة دي كارثة طبعا دي كارثة في اتفاق بين الجهاز بقى الفني والأندية ما فيش اتفاق بس أنا دلوقتي راح لي حاليا 6 لعيبة مباريات المعصر اللي أعلنوا عنهم اللي أعلنوا عنهم اللي أم نضموا فينا للمعصر ده شيء سلب جدا جدا حتى لو أنت إن شاء الله هتوصل 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 كاس عالم بإذن الله إن شاء الله يعني من أسل مراتنا ننصر كاس عالم لكن أنا مش بتكلم نحن ننصر كاس عالم خلاص أنا بتكلم عن إن انت وما اتمناشك ابتنا أحمد إن إحنا ما نصعبهاش على نفسنا لأن ما نبقاش شايفين الموضوع سهل قوي وصحيف فيتوريا سهل الدنيا إنه كسب ماتشين كابتن حسام جي برضو هيستمر ويكمل في ده مش عايزين إحنا نصعبها على نفسنا في حتة المباريات ومن هنا عايزة أسألك على شكل منتخب مصر مع كابتن حسام حضرك شايفه إزاي لا ايتضل المنتخب المصري مع المدارب المصري إحنا بنيجي على المدارب المصري لو قال في معاسك فتقي نس كلها موجودة في معاسك و empreيتما بالتطوح للمدارب الأجنبي إحنا المدارب الأجنبي يأخد منها الترويس كبيرة جدا جدا يعني إيه المدرب الأجنبي أكثر من المدرب المصر بعمله عايزه أعرف هاتلي مدرب كده خد فرقة من تحته وبيت مربع زهبي مثلا على عكس مدربين الأجنب بمسوكوا السرق اللي في النص الجدول أو تحت من الخمس وينتنازل بينزيلوا بها ما بطلعوش بالفوق فكي أنت بجيب الأجنب بتمسك أهلي تمالك منتخب برامض مطبيعي الناس دي أصلا هتشتغلت المقدمة لا يعني لنا في تجربة مثلا بابا فاسيليو مع فريق غزل المحلة برضو كانت تجربة وكانت واضحة جدا لحد ما هو اللي ترك ناري غزل المحلة بس كان ماشي معهم شكل كويس جدا خمس مشاتت الأول كويس ولما أنا عايز أمشي وهمشي ومشي عارفة رجع تاني اشتغلها أربعة مشاتت مشتغلها واحد جدا يعني ممشيش كويس على طول لأ قبل بأمشي لا خمس مشاتتش تغلها الكويس مصر كلها قالت المحلة هتروح فيشعال فين بعد كده أنا عايز زود الكلوز عايز سلسل الدولار وعايز كان حصل مشكلة كده وقتها بعدها خسر أربعة ماتشوات ومشي برضو كان ناشي مش مش مقلقة هتري هاتري المدارب أجنبي يمشي بيهم فوق يكامل فوق الفرقة نزل في نهاية الدولة طيب شايف إزاي المباراتين اللي جايين لمنتخب مصر مباراتين مع لا أنا شايف تحت أي باندي من بلوين إن شاء الله منتخب مصر أعلى من من أي فرقة حني لقابة فترة دي جاي منتخب مصر عنده لعيبة جدا 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 محمد صاح سيء الفترة الأخيرة جدا وعمل جيب أهداف الدورة أوه ماشا الله هداية ولا أروعة إن شاء الله هيكون يكمل بقى كمان ده كمان في المباراتين الجايين بتاع المتخب إن شاء الله ولكن انت معاك مجموعة كويسة جدا جدا لكنها مش عايز السلبيات اللي بتاعي تلبيه اتوقعنا أو تهمد اللعيبة أو اللعيبة اللي ما انضمتش مثلا تم يأخذ لعيبة تانية من اللي موجودة الناس دي هتقول كده اللي عيبة بتاعة الدورة اللي ما انضمتش طولة سيما يطول بالعيبة تانية هيبدأوا بقى يبصوا للجهاز بصة تانية فليه طيب ما تخليك تخلي الراجل يختار العيبة بشكل كويس وقاله اللي اللي عامة دي يكون موجودة في المعافية فليتر يشتغلوا يقدر يوصلها كسعانك طيب في مشوارنا فيه أمم إفريقيا اللي فاتت الناس كلها قالت لما يجي المدرب المصري بقى الهدف بتاعنا نحن نشتغل على استعادة لقب أمم إفريقيا الغائب عن منتخب مصر من 2010 شاف ازاي ده هيتحقق وبقى هو التارجة المطلوب من كابتن حسام حسن انت مع مدربين المصريين تحققت الكلام ده مع كابتن حسن حتى ثلاث مرات مع كابتن يجوار حققت فانت المدرب المصري دا انا بدقاله المصري الكبير من حكة البطرات دي في المنتخب يعني نتمنى كلام ده يحصل مع كابتن حسن حسن ان شاء الله نوصل كاس عالم وناخد بطولة أفريقيا لكن عشان ياخد بطولة أفريقيا أو يوصل كاس عالم لازم توفره اللعيبة وتوفره كل الامكاس انت بتوفره رجل أجنابي لازم نوفر الأجنابي بس يعني المكاني ده مدرب كبير جدا جدا لكن في النهاية برضو لو اي مدرب مصري راح كان هيا من نفس اللي هو عمل طيب تعال روح النادي الزمالك شايف ازاي كده لو تكلمنا عن نادي الزمالك في الفترة اللي جاية بتتكلم عن لسه فيه أمور بتخلص فيه التعاقدات ولكن الحاجات الأمور اللي احنا عرفناها ان حسن أشرف واحمد محمود رجعوا مرة تانية لنادي الزمالك شايف ان ممكن يبقوا إضافة لنادي الزمالك بعد تجربتهم سواء أحمد محمود مع الجونة حسن أشرف مع بلدية المحلة وأحد هداف الدولي دول بالإضافة سامعني يا كابتن أه سامعك يا أخي أطب بك أقلم حضرتك عن نادي الزمالك في الفترة اللي جاية خلاص تم الإعلان عن عودة حسن أشرف وأحمد محمود أحمد محمود من الجونة حسن أشرف من بلدية المحلة حسن أشرف عامل موسم كويس جدا وأحد هدافي الدولي شايف تواجدهم مع نادي الزمالك يبدأوا ياخدوا فرصة في الفترة اللي جاية أو أنت شايف الأمور إزاي أنا أولاً حزين جداً على الفترة فتح نادي الزمالك فيها نادي الزمالك ما بيخلاش من المشاكل نادي الزمالك كل سهل نادي الزمالك يا إما حل مجلس يا إما وقت فقيد يا إما في مشاكل كبيرة دائماً بتقابل نادي الزمالك أتمنى نادي الزمالك يكون موجود يشتغل طبيعي جداً زي أي نادي أحمد محمود أو ماجد أو أحسن أشرف كلها لعيبة قصة كبيراً كبيراً ولعيبة عملت مصرم هاي لنصرم المساعدة لكن أنت لازم تبقى معهم تدعيمات دولية طبعاً ده أكيد أنا بقول لحضرتك للي دلوقتي اللي بقوا متواجدين دلوقتي فمش عايز أستبق الأحداث وقول لحضرتك مع التدعيمات مثلاً ده أكيد يبقى في التدعيمات ولكن دول خلاص متواجدين في التدريبات النهار أنا أكيد مع الناس في زمان الكاتور الموجودين للناس دي بشكل كويس لكن أنت برضو عايز تدعيمات بشكل كويس لعبة دولية لعبة دولية في الأماكن المساعدة مش عايز أجيب لعيبة وخلاص أنا عايز أجيب لعيبة احتياجات أنا لعبة المميزة اللي بتلعب دولي لها إحتياجات ولها أرقام معروفة قبل ما تيجي نتمنى أنت زمانك يكون في الحتة دي بشكل كويس اختياراته لازم الاختيارات تكون مميزة ما يكونش جايب لعيب للشوق أو جايب لعيب يكون موجود يعني السن كمان نادي بيبصر السن بشكل كبير الفترة الجاي أثناء الزمانك شايف إزاي جوزي جوميز مع نادي الزمانك في الفترة الأخيرة وشايف إزاي هو داخل على بطولة السوبر الإفريقي شايف إزاي جوزي جوميز في تجربته لحد الوقت مع نادي الزمانك لا انت الفترة الأخيرة جوميز كان كنصدررية يعني احنا كلنا حقينا فيها لكن فيما بعد هو عمل حاجات كتير يعني برضو اللي أعلم يعني نادي كتير في النازل زمانك انت بتاع العدد كبير جدا جدا من الناشئين كمان كاف مصرع كان في عشر تيام ممكن تاخد بطولة انت بقى لك فترة ماخدش بطولات السنة دي ماخدش بطولات كتير هي بطولة كنصدررية لكن كان لازم تبقى تركز جدا جدا بسرق الأسية كاملة تلعب تبقى موجودة معاك انت ديت الناس دي راحة عشان تساتر فده كان مشكلة كبيرة يعني بصراحة أنا بالنسبان أنا يعني حتى لو هو يساتر يجيب اللي عائلة كبيرة تلعب تبقى موجودة ده عشر تيام بطولة يعني كابتن أحمد انا بشكورك شكرا جزيلا شرفتني ونورتني